بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آلي وأصحابيه أجمعين باعتذر عن الفترة اللي فاتت بقالي فترة ما نزلتش فيديوهات بس معلش كنت تعبانة شوية فأنا تعبت كم يوم كده وقمت لقيت الحوض بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده بنت الصغيرة بقى هي اللي كانت بتخسل الموعين وبعد كل غسلة ما كانتش بتنظفه حلو كانت بتسيب سلك الموعين جواه لما عامل صدق كده في الحلة من تحت فأنا حاولت اللي أنا أدعاكو كده بالصابون وبالسلكة بالليفة ما نضفش تمام فأنا قلت أعمل معاكو بقى خالطة كده تنظفه وبالمرة تستفيدوا معايا بالخالطة الجبارة دي إن شاء الله بإذن الله هترجع الحوض كأنه جديد عايز أقول لكم اللون الأصفر اللي في حواف الحلة دي مش واسخ لا ده اللي مركب لنا الحلة والرخام بتاع المطبخ حطت مادة كده صفرة حوالين الحلة اللي بتستعمل في السباكة وكده مش عارف اسمها إيه بصراحة اللي هي دي تمام إنما اللي في الحلة من تحت دي هي الوسخ يعني الصدق اللي في الحلة من تحت ده الوسخ بقى اللي احنا هنحاول نطلعه النهار هنستعمل إيه هنستعمل كربوناتو السوديوم وهنستعمل كمان خل والصابون السيل بتاعنا بس الثلاث مكونات دول يعني أهم حاجة هنستعمل كربوناتو وكمان الخل وأي صابون بقى اللي احنا نتعك فيه الآخر تمام لو عندي الكمية أكبر من يعني مكملة أنا استعملتها كمية الكربوناتو أو الكربوناتو السوديوم دي يكون أفضل أنا ما كانش عندي غري شوية دول فأنا برضو إن شاء الله بإذن الله هنضب بهم الحلة وهتنضب بإذن الله فابتدين لأنا أرش كده آآ شوية الكربوناتو اللي عندي فيه الحوت تمام كده هرش على أي مكان فيه وسخ زي ما قلتلك لو كمية أكتر من كده يكون أفضل هي الكمية اللي عندي دي كتحاولي معلقتين كبار تمام يعني مثلا لو أربع معالق يبوا حلوين قوي هيخلولك الحوت فلة بس دول برضو تمام نضفول الحوت وهتشوفوه دلوقتي كل حاجة قدامكم أنا دلوقتي رشيت آآ الكمية بتاعة الكربوناتو السوديوم أو الكربوناتو جاء بقى دور الخل هبتدي أنزل بإزازة الخل كده إيه؟ أرش على برضو الأماكن اللي أنا رشيت فيها في الحلة جاء ما هترش في الحلة كلها تمام؟ وهتركز أكتر في الأماكن اللي فهل إيه؟ اللي فهل صدق أو الواسخ اللي مش راضي يطلع تمام؟ فأنا بقى برش بالبرش الخل على الكربوناتو بيعمل بقى صوت سامعين يارب يكونوا سامعين صوت الخل كده آآ والكربوناتو هو بيفور مع بعضه يارب يكون واضح الصوت اول ما بتنزلي بالخلى على الكربوناتو بيفوف كده مع بعضه تمام كده الفوران ده بيدود بقى الصدى اللي هو ماسك في الحلة مش راضي يطلع الصدى ده طبعا ما بيطلحش ولو قاعدت تدعاكي من هنا البكرة بالسلكة والسطبونة مش هيطلع تمام اعمل بقى الكربوناتو والخلى اللي قلت لك عليهم الدول وهيفوروا لك اي صدى اي حاجة في الحلة من تحت بحاول اقرب لكم الكاميرا عشان تشوفوا التفاعل اللي بيحصل شايفين الفكاكع الصغيرة دي تفاعل كده مع الخلى مع الكربوناتو بتفاعل مع الاستلس وما تقلقيش خالص الخلى والكربوناتو ما بيبوز الاستلس طب ايه اللي بيبوز الاستلس اللي بيبوز الاستلس الكولور ومية النار اوعد حط كلور ولا مية نار في الحوض الاستلس يبقى وصولك على طول تمام كده بعد كده تنزلي بقى بشوية الصابون السيل اللي هتدعاكي بيهم صابون بقى اي بريل اي حاجة تمام وبالسلكة وبتبتدي بقى اللي انت تدعاكي زي ما قلت لكم انا دعاكت قبل كده بالسلكة ما طلحش خالص بس لما حطت الخلطة دي ادعاكين بقى بسيط بالسلكة ابتدى كل حاجة تطلع انا سبت الكاميرا علشان اعرف ادعاك كده قدامكم شوفوا كل حاجة بنفسكم تمام كده بمجرد بس ان ادعاكي حاجة بسيطة يعني مش بكل عزمك او كده هتبص تلاقي كل الصدا يعني اهم حاجة كده عندنا مش راضي يطلع هو الصدا اه صدا مكان السلك مش راضي يطلع من قاع الحط وكمان الحط كان كده لونه باهت وما كانش نظيف خالص مش حلو خالص تمام فبنجرد ما هتدعاكي بسيط كده بالخلطة اللي احنا حطناها كل حاجة هترجح تمام تمام انا مش عارفة اتحكم حلو على فكرة عشان هدومي فانا هلبس المعصة وارجع عدعاك معاكم كده تاني انا صرحت بقى الفيديو علشان بس ما طولهوش عليكم تمام كده كل حاجة قدامك هي والله العزيم ما حطيت اي حاجة غير اللي انا حطيتها اللي هو الكربوناتو والله ما صلى سيدنا محمد او كربوناتو السوديوم اللي انت بتعملي بالطعمية ده ويخل عليها ويبس البريل مش اكتر من كده تبتدي تدعاكي كل حاجة ترجع معاكي فلة زي الاول واحسن شايفين الحوت تده يلمع ازاي بتديت بقى اللي انا برضو ايه سبت السلكه خالص وبالليفة كده ومشيت عليه انا قلت اشيل الكاميرا كده واقرب لكم عشان تشوفوا الفرق يعني انا لسه هوت بدعك والفرق بان خلاص بسم الله ما شاء الله الحوت بقى يلمع وكمان بيه شوية كربوناتو صغيرين ما كانش عندي جمان الكمية الكفاية وماشاء الله ابتدى الاستلس يرجع تاني اه يلمع وعايز اقول لكم ان اه الكربوناتو الخل امن جدا على الاستلس وبديكي النتيجة المبهرة اللي انت شايفها دي انما لو حطيتي اه فلاش او ميت نار او كلور التلات حاجات دول اللي بيدمروا الاستلس داك هو تحطوهم على اي استلس تمام هو تحط الفلاش ولا القلور ولا اه 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 ميت النار تبوز لك الاستلس فدي اه اه مكونات امنة جدا على الاستلس وبيرجعوا زي ما انت شايفها كده بيلمع كأنك لسه جايبا جديد لو عايزين افكار من دي كتير اكتبوه لي في الكومنتات وان شاء الله باذن الله هعمل لكم فيديوهات كتير تعجبكم باذن الله ادعو لي بس ربنا يكمل شفايا على خير عشان لسه بس تتعبانة شوية ويا رب اللي تعجبها الوصفة معي النهاردة تشترك معي في القناة لو هي مش مشتركة وشجعوني باللايك وكومنتاتك الجميلة اتمنى يكون الفيديو عجبكو والجاي ان شاء الله باذن الله احلى وافضل ومن هنا لغاية لما نتقابل باذن الله في فيديو جديد اسيبكو في رعاية الله وامنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة